الوصفة التي نصح بها طبيب أجنبي وقفوا جميع الكريمات وقفوا جميع الحاجات التي تستخدموا وجربوا لي الوصفة المعجزة بالعنب هذه الوصفة البنات نصح بها طبيب أجنبي ما شاء الله على نتائجها رهيبة وسريعة المفعول لا في إزالها لنمشوا الكلاف لفتة سبغات لفتة جعيد أنا أعطي واحد لابغي يونس يعني إذا كان لديك صفر بكثرة تعب بكثرة الصهير مع الوليدات بكثرة الخدمة بكثرة بكثرة بشكل الحاجات الأشغال المنزلي حتى أم الينا كانوا الكثير يكونوا تعب شوية علينا فكانوا أريد هذه الوصفة التي تحيينها لترجع فينا ان شاء الله سأتكلموا واكثر وكثيرا وكثيرا وحيد النشاط وحيد الحيوية كبيرة فأختي ما تشالك حسن هذه الوصفة التي نصح بها طبيب أجنبي هي اختي وصفة العنب المعجزة فهذا العنب موجود فهذا العنب فهذا الوصفة هذي ورد علي الخبر لأنه كانت الكريمات مصوبين بالعنب ولكن مواد كيماوية فهذا العنب لا يوجد وصفات المياه في المياه في المياه مزياني احسن وصفة لابنته هي هذه هي وصفة العنب لعلاج تجاعي ترهولات تسبوغات فان شاء الله ترجع ليه في سن الشباب مهما كان العمر ديالك ولكن قبل اختيام ما تنسى نشبه حد لايك الله يستر امرك اشتركي في القناة مرحبا بك وفعلي زي الجرس باش توصلي بكل ما هو جديد وعلى بركة الله البنت مش باش نتعرف على مكونات الوصفة طريقة تحضيرها استخدامها واستعمالها اول حاجة قد تخذي العنب تغسليه مزيان سواء هذ الحمر انا عندي الحمر والحمر موجود في السوق الاغلبية بثمن جيد مناسب اللي سوف نصحكم بها البناس بعدها هو تناولوه تاكلوه لانه المنافع دياله المزايي دياله ما شاء الله لا تعد ولا تحصى حلوه طبيعيا يعني الحلوة دياله طبيعيا ناتيوغ فلوس انه البنات يعالج التسبوغات من مشو الكليف الحبوب بلاطخاس كعطي واحد البارق اللوجه اللوكوغ يعني عنده عدة منافع و عدة مزايا قد تحتاج معي اختي كمية ديال العنب هذا الحمر ولا الخضر فاللي كان وهذا يعني هذا هو المكون اللبنات الاساسي هو العنب اللي نصحني به الطبيب الاجنبي الله يعطيه صحيحة يا ربي لانه فغاما موصفة تستحق فاش كنقول لكم اللبنات هي وصفة اللي تستحق لها تستحق بكل ما في الكلمة من معنى كما قلنا غنحتاجوا العنب وغنحتاجوا الناشا او ما كتسمى البنسبة الدوراء او الماي زينة ها هو راكني بزفت الانواع ديال النشا فان طبيت الحال اي ماركة عندكم ولا اي ماركة تفرس عندكم فستخدموها المويم بالنسبة للنشا عندي هدا في 180 كرام صراحة الله زمين و بزفت يعني المنافع دياله و المزايد دياله لا تعد ولا تحصى ها هو النشا هدا في 170 و الاخر في 180 كرام كذلك اختي غتحتاجي معي ان شاء الله الى الشوفان او الى الخرطال ها هو حبيباتي عندي هنا يمطحون كنتحنو انا يفضر كنجيب كيمية و كنتحنها بالنسبة للشوفان قبل ما يتتحن فهو هدا اختي يعنو بزفت النات يقول لي وردينها قبل ما يتتحن عاد من بعد ما تتحن فاختي ادو الشوفان او الخرطال هدا هو من بعد ما يتتحن بالنسبة المنافع دياله ابنات الشوفان كثيرة ما شاء الله يعني متعددة فكما قلنا الشوفان او الخرطال قلنا نشا او البنات ما كيتسمى بالدرة او الماي زينا غادي تحتاج معي ان شاء الله العنب انا غنب اقتجي معاكم الطريقة دياله يعني الطريقة ديال كيفاش نصوبوه لانه البنات هو زوين و فعال و عنده كما قلنا عدة منافع و عدة مزايا و لكن خصنا انعرفوا الطريقة ديال استخدامه لانه ابنات استخدامه بحل ما بدنا نتشي حاجة خصنا ضروري لبنات نعرفوا طريقة كيفاش نستخدمو هاد المكون و اللي هو العنب انا ما عرفت شنو اسم ديال هاد العنب في دول اخرى ولكن نخليونا اسم دياله في جميع الدول انا ستحتاج معي زرعة الكتان او بوضوشية فحال بحال في مقالية طبيب الاجنبي بحال بحال زرعة الكتان او بوضوشية معروفة البنات معروفة بوضوشية انا ما توفرتش عندي بس خدمت عادي غير زرعة الكتان ولكن الا توفرت عندك بوضوشية فغادي يكون حسن هانتو من البنات هاي زرعة الكتان راه معروفة هاي البنات عندي هنا مطحون بحالة الكتان ستحتاج معي العنب ستحتاج معي دانو نسوس كما كان سواء نسوس او بسكار او بشي فان نكهة او بشي فان نكهة طبيعا الحاجة الانسب هي اللي غديري ومع القديل قهوة هاي قهوائية نوعية شو في انتي شنو بيتي وشوية الماورد هاي الشي اللي كان في الوصفة على بركتي الله سنبدو في طريقة التحضير واول حاجة سنبدو بها هاد الغوصات هادي وهي العنب اللي غادي نوريكم طريقة دياله فاختي كتاخذي هاد الحكاك الرقيقة وكتاخذي العنب وكتحكيه في حالة عصريه وكتحكيه في نفس الوقت باش نستافدو من المنافع دياله هاد الوصفة ديال العنب را ما شاء الله بزات لناس ما عارفين هاج ولكن نتمنى عفاكم اللي ما عرفته هاش تجربها وتردع لي في التعليقات هاد الزبلة اللي بناسة كان نحيده وكان نخضو غلمات العنب را نتمنى الطريقة تبقى تكون بمضحة لكم هانتم هال البناسة غير جوجة العنبات والثلاثة اللي اخذينا الموهد ديالهم را كافية نفهد الوصفة هذه اللي اخذي اللي اخذي اللي اخذي شوفوا الكمية اللي اعطيتنا فمشاء الله يلازل ان نضفنا اكتر سوف تعطينا كمية العنب اكتر واكتر فالمهم ها هو الكاء العنب الى اللي بنات اللي بغينا سوف نضيف لهم اللي بنات سوف يلقى لدي القهوة سريعة ستدوابة ينوئة عندكم ينوئة عندكم عفت قهوة سوانها مهم الماركة اللي توفرت عندك استخداميها سوف نضيف النشاة سوف نضيف النشاة سوف نضيف النشاة هذه المعلقة الأولى هذه المعلقة الثانية و هذه المعلقة الثالثة سوف نضيف المكونات 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 سوف نضيف الشوفان لدينا الوريس مقبل ثم نضيف زرع الكتن و نضيف اليوغورد و الزبادي ثم نضيف زرع الكتن و الزبادي نحاول نجمعه جيدا الوصفة و الخالط نرى الوصفة و لون العنب نرى القوام كيف يأتي نضيف محقا نضيف اليوغورد و اخرج نضيف اليوغورد و نضيف اليوغورد كمية العنب كمية العنب كمية العنب نطبق الوصفة نضعها على اليد نضعها على اليد نضعها على اليد وصفة العنب لنصحني بها الطبيب الأجنبي وصفة العنب لن تجرب المستخدم وصفة العنب وصفة العنب وصفة العنب اتجربه 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 كيف يفيد العناب اي فاكهه مخلوقه او لفوق الكرة الارضية اتجربه وعندها حاجة مزيدة لدد للانسان اتجربه وضعه وفعل الوصفات استحق لانه لا انا ولا الام ابقى اتجربه اتائه واي وصفات شاركه اتجربه اتجربه اتداره اجهد اتجربه اتجربه اتاجربه ابن ان اتجربه اتجربه بحسي فحتى انتمو اللبنات عملو نفس الشي باشا كده ان شاء الله هنضيبو الأجر العظيم كاملين بإذن الله تعالى ويوحدة كتتعاني مصفوريات الوجاه من ترهولات من لبو الدجاجية كما كنقولو يعني الجلدة ديال الجاج فاختي تجرب لي هاد المصفور رغة ترحمي لي بها الوالدين فيها ترطيب فيها علاج تجاعد في علاج ترهولات في علاج تسبوغات اشتركوا في القناة مرحبا بكم وغادي نتلقى معكم ان شاء الله في وصفات عن خريب مزيد من الميزات والمزيد من الوصفات ان شاء الله جايين فكونوا في الموعيد وشجعوني بليلاك ديالكم واي وصفة اللي بغيتوها بخصوص سوء الشعار سوء الشيب يعني اي غصية بغيتوها غيخليوا ليه في الكومنتاج انكم بغيتو الوصفة وان شاء الله رغدي نجي مبختجها معكم في القريب العاجل غيقولوا ليش نباغين في الوصفات الطبيعية وانا مطبيع الحالة لبنات راه للإشارة انتم كما كنقولو امرو وانا ان شاء الله لبي لكم الطلبات اللي حبة الخاطر طبيع الحال بنات اللي كتكون مجربة مني شخصيا يعني كنجربها وانعود نجربها مليون في المعات كانجين بغتاجيها معكم في القناة فهذا الشي اللي كان وغادي نتلقى معكم ان شاء الله في فيديوهات مقبيلة بإذن الله تعالى اشتركوا في القناة